السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثالث متوسط نبدأ هذا الفصل بأسلوب العلم أهلا بكم علماء المستقبل في عام دراسي وعودا حميدا بإذن الله وعام دراسي ناجح ومتميز لكم بإذن الله علوم الصف الثالث متوسط تحتوي الوحدة الأولى طبيعة العلم وتغيرات الأرض على فصلان الفصل الأول طبيعة العلم لدينا ثلاثة دروس أسلوب العلم عمل العلم والعلم والتقنية والمجتمع أما الفصل الثاني فهو يتكلم عن الأرض أو تغيرات الأرض الدرس الأول الزلازل والدرس الثاني البراكين أما الدرس الثالث فهو يتكلم عن الصفائح الأرضية وتأثيرها بالزلازل والبراكين هل أنتم طلاب العباقرة مستعدون للانطلاق في رحلة العلوم مع الوحدة الأولى بعنوان طبيعة العلم بداية أي وحدة في العلوم تتطرق لموضوع الرابط العجيب ماذا يعني الرابط العجيب؟ ما الرابط بينه أو ما العلاقة بينه البراكين والأسماك ما الرابط بينهما؟ نحن علماء ولذلك لا بد أن نبدأ بالتفكير والتحليل والربط بين الأشياء فما الرابط بين البراكين والأسماك؟ أحسنتم قد يكون هناك براكين في أو حركات موجية في الماء نسميها موجات تسنامي أحسنتم قد تؤثر على المخلوقات الحية ولكن نتطرق إلى البراكين ما تأثيرها؟ أحسنتم هذه الصهارة أو الماقمة التي تتصاعد قد تنساب وتصل إلى البحار فتؤثر على المخلوقات الحية وأيضا تصاعد الغاز والدخان يؤثر في تلوث الهواء تلوث الهواء درجات الحرارة في الغلاف الجوي منخفضة فيتحول هذا البخار إلى سائل يتكثف وينصب أو ينساب على المسطحات المائية أو على التربة أيضا ولكن هذا الماء الذي ينساب مطر حمضي وليس مطر عادي وبالتالي يؤثر هذه المواد الموجودة في المطر الحمضي على هذه المخلوقات المائية في البحار إذن يصعب معرفة ما حدث بدقة عند بداية تكون الأرض قبل أربعة ونصف بلايين سنة ولكن من المؤكد أن نشاطها البركاني كان أكبر من نشاطها الحالي حيث كانت البراكين تبعث الحمام والرماد بالإضافة إلى الغازات ومنها بخار الماء ويعتقد بعض العلماء أن البراكين دفعت كميات هائلة من البخار الماء إلى الغلاف الجوي في بداية تكونه وعندما برد هذا البخار لأن ذكرنا في الغلاف الجوي طبقات الجو تكون باردة فيتحول إلى ما ينساب إلى سطح الأرض وقد يصل إلى المسطحات المائية وبالتالي يؤثر على الكائنات المائية طبيعة العلم لدينا ثلاثة دروس الفكرة العامة يوفر العلم والتقنية المزيد من الصحة والراحة والأمن للناس أسلوب العلم في الدرس الأول الفكرة الرئيسية العلم طريقة منظمة لدراسة الأشياء والإجابة عن التساؤلات الدرس الثاني عمل العلم الفكرة الرئيسية يجري العلماء أبحاثاً مختلفة لاكتشاف معلومات جديدة أما الدرس الثالث العلم والتقنية والمجتمع الفكرة الرئيسية الفكرة الرئيسية تقود الاكتشافات العلمية إلى تقنيات جديدة ويمكن توظيف هذه التقنيات في الأبحاث للتوصل إلى المزيد من الاكتشافات العلمية لدينا هذا السؤال للعلم دور مهم في حياتنا فأنت أو أنت محاطن بمنتجات العلم وتطبيقاته وقد تستخدم المهارات العلمية عند استقصاء العالم من حولنا ويستخدم العلماء في المختبرات الأدوات والمهارات للإجابة عن الأسئلة وبأسلوب أو وفق آلية أو طريقة محددة تسمى حل المشكلات السؤال صف أو صفي نشاط علمي قمتي أو قمت به وحدد أو حددي خطوات الطريقة العلمية التي اتبعتموها في تنفيذ هذا النشاط جميع ما حولنا يستخدم أو نستخدم فيه حل المشكلات بالطريقة العلمية اذكروا لنا بعض الأنشطة التي نستخدم فيها حل المشكلات حل المشكلات ليست قاصرة أبدا على حصص العلوم أو المشكلات العلمية كل ما هو حولنا في العالم الطبيعي يتطرق أو يتم حل من خلال الطريقة العلمية مثلا تحديد كثافة مكعب من الجليد الخطوات في تحديد المشكلة ألاحظ أن الجليد يطفو على الماء أو فوق سطح الماء ثم أكون فرضية كيف أريد تعيين كثافة هذا المكعب لأتأكد أن كثافة الجليد أقل من كثافة الماء وأختبر الفرضية وهل هذه الفرضية صحيحة أم لا أتهيأ للقراءة لدينا معارف أو معلومات نريد رأيكم حسب خبراتكم السابقة قبل القراءة أولا يسترشد العلماء عادة بمعرفتهم السابقة لتوقع نتائج تجاربهم يفضل معظم العلماء أن تبقى اكتشافاتهم سرية هناك طريقة واحدة فقط للملهج العلمي في حل المشكلات الملاحظة هي الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى اكتشافات علمية التجربة المخطط لها بصورة جيدة تحوي متغيرا واحد فقط في كل مرة يعد العلماء إعادة التجربة ضياعا للوقت يعد الشخص عالما إذا تخرج من الجامعة فقط يضمن النظام العالمي للوحدات التواصل الصحيح بين العلماء إذا لم تدعم التجربة الفرضية فلن يستفيد العلماء منها شيئا أريد أجاباتكم هنا قبل القراءة نبدأ بالدرس الأول أسلوب العلم ما الأهداف والأهمية في هذا الدرس نقرأها سويا الأهداف تحديد كيف تشكل العلوم جزءا من حياتنا اليومية وصف المهارات والأدوات التي نستخدمها في العلوم الأهمية كثير مما نتعلمه في حصص العلوم قابل للتطبيق في حياتنا اليومية مراجعة المفردات الملاحظة هي جمع البيانات باستخدام حاسة أو أكثر من حواس الخمس المفردات الجديدة سوف نتطرق للعلم والتقنية لا ينحصر العلم في حصة العلوم والمعلم وبعض المصطلحات العلمية أو الحقائق العلمية فما هو العلم برأيكم ما هو العلم معارف معلومات حقائق ذكرنا أنها لا تنحصر في هذا إذن العلم اسلوب أو طريقة يستخدم في استقصاء ما يجري حولنا استقصاء تقصي بحث ويعيننا على توفير إجابات أو الحصول على إجابات عن الأسئلة التي تطرى لنا في عالمنا الطبيعي اسلوب العلم إذن كثير مما نتعلمه في حصص العلوم قابل للتطبيق في حياتنا اليومية وهذا ما يمثل أهمية هذا الدرس شاهدوا هذا الطالب الموجود لدينا في هذا الكتاب شكل واحد يفكر في ماذا حياته اليومية في الأنشطة التي ينفذها جميعنا نستخدم التفكير العلمي كل يوم لاتخاذ قرارات عن هذه الأنشطة إذن نحن نطبق العلم وحل المشكلات في حياتنا اليومية سؤال طلابي وطالباتي هل تعتقدون أن العلم جديد؟ أم أن العلم قديم؟ وإذا كان قديم قديم من متى؟ رائعون العلم ليس بجديد بل قديم وأقسم به الله سبحانه وتعالى في القرآن وطلب من نبي التعلم نون والقلم وما يسطرون فنحن دائما في تعلم اقرأ هذا تعلم إذن التعلم أو العلم ليس بجديد حاول الناس عبر التاريخ تفسير ما يحدث للأشياء حولهم معتمدين على الملاحظات التي توصلوا لها عن طريق الحواس الخمس سواء البصر، اللمس، الشم، الذوق، السمع جميعها حواس خمس من خلالها نستطيع التعلم لكن هل هذه الحواس تستطيع تحديد كتلة أو قياس قرفة كهذه أو شاشة كهذه أستطيع من خلال النظر أحددنا قياسها بالوحدات الأساسية؟ لا، أستطيع أن أقول شاشة مستطيلة أحدد شكلها بشكل عام الحجم لكن لا أستطيع تحديدها بالرقم لذلك لا نستطيع تحديد أيضا المسافة بين الأجسام من خلال الحواس ولا نستطيع تحديد درجة حرارة أجسامنا يمكن أن نضع أيدينا على الجسم أن نشعر بالحرارة أو نشعر بالبرودة لكن هل نستطيع تحديد قيمة؟ لا هي تساعدنا الحواس على جمع المعلومات لكن لا تستطيع تحديد القياسات لذلك تطرق العلماء إلى اكتشاف أو استخدام الأرقام في وصف الملاحظات وتستخدم أدوات عديدة للقياس كما قياس الحرارة المساطر المترية لإعطاء قيمة رقمية لهذا الوصف حيث يلاحظ العلماء ويستقصون ويجربون للتوصل إلى الإجابات ويمكنك أنت أو أنت أيضا أن تقومون بذلك كما أن العلم أو استخدام العلم في حياتنا يكون في كل يوم والعلم أداة تساعدنا للحصول على المعارف والمعلومات الجديدة إذن العلم أداة لدينا قصة جميعنا نرغب في سماع القصص لدينا هذه القصة الموجودة في الكتاب والتي تمثل هل العلم يطبق في حياتنا وهل له دور وما هي مهارات العلم سمع المعلم حديث الطالبين أحمد وبدر عن واجب التاريخ الجديد سألهما فيما تفكر عنه فأجاب أحمد كلفنا بواجب خاص لمادة التاريخ فعلينا أعداد مشروعي وضح أوجه الشبه والاختلاف بين حدث في الماضي وشيء حدث في الوقت الحاضر قال المعلم يبدو أن هذا المشروع يحتاج إلى جهد كبير فهل اخترتم المشروع؟ قال أحمد لقد قرأنا بعض المقالات في الصحف ووجدنا عدة قصص عن تفشي وباء الكوليرا مرض يسمى وباء الكوليرا أدى إلى وفاة عشرة أشخاص وإصابة خمسين آخرين بالمرض هؤلاء صورة زملائكم الذين يقومون بهذا البحث فاستخدموا الصحف والمجلات والكتب والإنترنت لجمع هذه المعلومات عن هذا الوباء ولقد حدث ذلك في عام 1871 ميلادي ذكروا أنه يشبه تفشي مرض أو بكتيريا القولون يرمز له إي كولاي الموجود في الوقت الحاضر سأل المعلم ماذا تعرفون عن تفشي وباء الكوليرا وما المشاكل التي نتجت عن تفشي مرض بكتيريا القولون قال أحمد الكوليرا مرض تسبب بكتيريا وتوجد في الماء الملوث يصاب به الأشخاص الذين يستخدمون هذا الماء ويصابون بإسهال شديد وجفاف يؤدي أحيانا إلى الموت أما بكتيريا إي كولاي أو القولون فهي نوع ما آخر من البكتيريا بعضها غير ضار وبعضها الآخر قد يسبب مشاكل ميعوية نتيجة لتلوث الغذاء والماء فأضاف بدر لقد أصيب عامل في متجر والدي ببكتيريا القولون وقد تماثل بالشفاء وعلى أي حال نأمل أن تساعدنا في تنفيذ هذا المشروع فنحن نريد أن نقارن بين تتبع العلماء لهذا المرض مرض الكوليرا وكيف تتبع مصدر أو تفشي مرض كوليرا والقولون تطرقوا إلى أو ذكر لهم المعلم أنا سعيد بما فعلتم لماذا؟ لأنه يدل على طريقة كيف يستخدمون العلم وأنه جزء من حياة كل فرد وأنكم الآن تسلكان سلوك العلماء إذن بداية السلوك الذي تصرف به الطالبان يدل على سلوك العلماء ونحن جميعا الآن نعتبر علماء لأننا نبحث عن المعلومة سأل أحمد ماذا تعني يا أستاذ بسلوك العلماء؟ أكمل المعلم إنك الآن تتصرف طريقة علمية فلديك مشكلة ينبغي حلها ابحث أنت وزميلك عن أدلة توضح أوجه الشبه والاختلاف بين المرضين وسوف تستخدم في أثناء تنفيذ هذا المشروع عدة مهارات مهارات العلماء بالإضافة إلى عدة أدوات للحصول على الأدلة والعلماء يفعلون نفس الشيء في نواحي كثيرة ففي عام 1871 تتبع العلماء دليل لمعرفة مصدر وباء الكوليرا واليوم أيضا العلماء يقومون بنفس السلوك لتتبع مرض القولون من القصة السابقة كيف يمكننا أن نسلك سلوك العلماء لتحقيق العلم؟ كيف يا ترى؟ نستطيع أن نسلك سلوك العلماء ماذا فعل الطلاب؟ بحثوا أحسنتهم أيضا استعانوا بالمعلم إذن هذه جميعها تعتبر ماذا؟ مصادر جمع المعلومات أجمع المعلومات بناء على ملاحظة لاحظتها وهي مشكلة كيف أنفذ المشروع للتاريخ؟ إذن سلوك العلماء في العلم والتعلم أولا نستخدم الأدلة اثنين استخدام المعرفة السابقة أيضا استخدام العلم والتقنية وأخيرا التواصل في العلم هذه أهم أربع مهارات أو سلوكيات يسلكها العلماء في العلم نبدأ أولا في استخدام الأدلة طلب المعلم من الطالبين أن تبحثوا عن الأدلة التي توثق لكم هذا المرضين وكيف حدث ومصدر هذين المرضين علينا أن نتصرف كالمحققين في العلم والعلماء لا بد أن نكون كالمحققين ولا بد أن نتصف للصبر لأن البحث عن المعلومة يتطلب جهدا فلدينا مشكلة ينبغي حلها بالبحث عن أدلة توضح أوجه التشابه والاختلاف بين الحدثين قديما وحديثا وهذا ما يفعله العلماء في نواحي كثيرة ففي القصة تبين أن عام 1871 تتبع العلماء دليلا لمعرفة مصدر أو وباء الكوليرا بالإضافة إلى القولون ثانيا استخدام المعرفة السابقة المعرفة السابقة ليست قاصرة فقط على الكتب والمكتبات جميع ما فعلوا الطلاب استخدموا معرفة سابقة يحتاج العلماء إلى أن يحصلوا على دراسات سابقة عند إجراء البحث والاستقصاءات وبذلك يضعون النظريات بعد اختبار التوقعات جيدا لأن النظرية هي تفسير للأشياء مدعوم بالحقائق بينما القانون هي قاعدة تصف نمط معين في الطبيعة مثل قانون الجاذبية أيضا استكمل في القصة سأل المعلم كيف تعرف يا أحمد ما تحتاج إليه لإتمام مشروعك فكر أحمد ثم قال لقد ذكر معلم الدراسات الاجتماعية الأستاذ حمد أنه يجب أن يكون التقرير في ثلاث صفحات هنا تحديد المبدأ في المشروع وأن يتضمن خرائط وصور ورسوم بيانية إذن هذا أيضا أدلة لتحليل أو أدوات لتحليل البيانات كما يجب أن نستخدم معلومات من مصادر مختلفة منها المقالات المكتوبة أو الرسالة أو الفيديو أو الانترنت وأعلم أيضا أنه ينبغي تسليم التقرير في الوقت المحدد إذن أيضا من سلوك العلماء أن نلتزم بالوقت سأل المعلم هل تحدث المعلم حمد فعلا عن الإملاء الصحيح والقوائد فأجاب بدر لا لم يقل ذلك صراحة إذن لابد ماذا؟ لم يذكر لهم أنه لابد يكون باللغة العربية الفصحة ولكن بالتحليل والتفسير نعلم أن المعلم حمدا يخصم بعض الدرجات بسبب الأخطاء الإملائية والقوائد إذن سلوك علماء وهذا ما لاحظت عندما ارتكبت الأخطاء الإملائية في تقرير السابق تعجب المعلم وقال حسنا فهذا يتفق مع المنهج العلمي عرفت إذن من خبرتك السابقة أنك إذا لم تتبع تعليمات المعلم فسوف تفقد بعض الدرجات وبالتالي هذا يعتبر سلوك علماء من هذه القصة أو من هذا الموقف تطرقنا لمهارات عديدة في سلوك العلماء ماذا تعلمنا إذن اليوم؟ العلم هو طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي سلوك العلماء في العلم والتعلم أولا استخدام الأدلة ثانيا استخدام المعرفة السابقة تطرقنا لهم أما استخدام العلم والتقنية والتواصل في العلماء سوف نتطرق لها في الحصص القادمة طلابي وطالباتي لنجيب على هذه الأسئلة ضع أو ضعي علامة صح أو خطامة من العبارات التالية الاعتماد على الحواس فقط يؤدي إلى الفهم الدقيق برأيكم هل الاعتماد على الحواس يساعدني على الفهم؟ أحسنتم يساعدني على ملاحظات المشكلات لكن لا يعطيني بالدقة أو بالأرقام إذن خطأ يستخدم العلماء أدوات القياس صحيح مثل من قياس الحرارة المساطر المترية الموازين وغيرها الفرضية فكرة يتم اختيارها لدعم التجربة الفرضية خطأ الفرضية تنتج بعد التجربة أما نشاطنا المنزلي ما المقصود بالعبارة التالية؟ يمكن للعلم تزويد الناس بمعلومات تساعدهم على اتخاذ القرارات هل هذا صحيح؟ تطرقنا لذلك في بداية الدرس وتذكروا صورة زميلكم الطالب في الصورة وهو يفكر في الأنشطة هل فعلا العلم يساعد على اتخاذ القرارات؟ أريد إجاباتكم وتذكروا نحن علماء للمستقبل وعلينا بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة لأن الجسم السليم في العقل السليم ودمتم سالمين فمع لله اشتركوا في القناة